كما تعلمون تجري مذاب حالية في حلب في سوريا إنهم يقصفون المساجد والأسواق وشاحنات المساعدات الإنسانية وهذا لا يخدم أي هدف عسكري ما من هدف عسكري وراءه إنهم يفعلون ذلك بدافع من الشر المحض والرغبة الخسيسة غير الإنسانية لسفك الدماء هذا هو الأمر إنهم يفعلونه للمتعة بعبارة أخرى هؤلاء الرجال الوضعاء يجدون بهجة في قتل البشر هذا هو السبب الوحيد المذابح التي تقع لأهداف عسكرية هي أحداث منفصلة بسبب الهدف العسكري من ورائها إلا أن هذه المذابح ليست من ضمنها إنهم يقومون بها من أجل سفك الدماء والفجور والخيانة تقريبا كل الجناه من مثليه الجنس والملحدين والمرضى النفسيين بوسعه أن يكون ورائه هدف عسكري تضم تلك الأماكن أطفالا ومدنيين على سبيل المثال المستشفيات هناك مدنيون وغيرهم من كبار السن ومن البؤساء في تلك الأماكن مستشفيات تنظيم الدولة الإسلامية تحت الأرض ترجمة نانسي قنقر